سلام عليكم متحقية طيب والكل اخوة الاخوة من تتبين قناة كريم كسري مرحبا بكم اياه مجديد اه الموضوع دي اليوم غاديكون على الموضوع ديال السبتة امليلية الحدود ديال السبتة امليلية الموضوع اللي كنا كنت نسنو كاملين كيهمنا احنا كجالية مغربية كنعيشو في اسبانيا بدرجة الاولى ولا كجالية مغربية في اوروبا في اي مكان في اوروبا لよね هاد الموضوع كيهمنا بزاف دي. الآن ويج estouعري فيه هنا غضي يعرفه يعني الشروطي اللي حطت المغرب specificvatها باش ان المعابير بتفتحوا الطريقة الى غnarrire لا نتقسم معكم الشروط ونشوفو واش المغرب اختار لوقت مناسب اه باش يحط هات الشروط هادي واش اسبانيا مستعدة التوافق على هات السروط هدي طابعات الحال. الشروط هادي اللي حطت المغرب هي كلها مزيانة بالنسبة المصلحة ديال البلاد. كلها مزيانة بالنسبة للمصلحة ديال المغرب. بالدرجة اللولى صراحة. آآ ولكن باسبانيا هي بالنسبة لاسبانيا شروط قاسية وقاسية بزاف. ردت الفعل دي اسبانيا هي اللي غادي نعرفه من بعد. نعن عرفو هات الشرطة هدي. اللي غا نتقسمها معكم لانكم كلكم كي نحن كجالية مغربية كنعيشو هنا يا كنن بغن نعرفه الجديد لان كنهودو كندوزو متما. وكمغاربة كيشكنو في المغرب يعني في خاصة اللي كيشكنتك المناطق. مثلا بالنسبة للمليليا الناس ديال البنين صار والناظر والنواحي. وبالنسبة لسبتها الناس ديال تدوان وتكاستي اخو. وبالنواحي بصفة عمو كينا مغربين يحتفن نقاط اخرى مدن اخرى كيجيو لتماء. وكينشطو ديال الحركة التجارية الى غردك. هنا نعن عرفو يعني شنو جديد في الموضوع هذا. اللي عنا نتقسم معكم. من غادي تم فتح معبر واحد. بالنسبة للسبتة. غادي يكون معبر واحد طرخال. غايت تفتح. وبالنسبة المليليا. غايت تفتح معبر واحد. وعليش هاد المعابر واحد غير واحد. فقط لمرور المواطنين والسياح اللي غادي يجيو. الناس اللي آآ اللي كيدوزو غي برج لهم عاديين والسياح. يعني هادو هما. يعني كل آآ منطقة تفتح فيها معبر فقط للعبور هكا للراجلين. الاقل ولا اكتر. المعابر الاخرى ديال الحركة الاقتصادية اللي كنا كنا عرفوا ديال كوتراباندو كما كنا في الباريو تشينو. طرخالجوج. آآ الاخر شنو سميتو فرخانا. ماريقوري هاد المعابر كلها غادي تبقى مزدودة ما غادي يش يتفتح. بصفاء نهائية. يعني هذا معابر ديال النشاط التجاري يعني ديال كونتروون ما غادي يش يتفتحوا بصفاء نهائية. غادي يبقوا مزدودين. كنا شرط اخر اللي هو قل لك استثناء العبور عبر السبتة ومليليا. يعني من دابا فوق وهالشيخ سيعرفوا الجرية المغربية كاملة في اوروبا. من دابا فوق ما غادي يش يبقى اي مغريبي كي يعيش في اوروبا. غا يقدر يدوز على معبر ديال السبتة ولا معبر ديال مليليا. نهائيا. الطريقة الوحيدة اللي غانوا اللي ندوزه فيها هي اما ميناء المتوسطة ديال طانجة ولا بننسار ديال الناظر. يعني ميناء غادي تفتح رهون في اسل رهن فتوح ديال ميناء الناظر اللي كنا بننسار والميناء المتوسطة اللي معروف لكم كتعرفو اللي هو اكبر ميناء في افريقيا اللي كنا في طانجة هدو هم المعابير اللي غادي يكون الجرية المغربية كاملة اللي كنا في اوروبا بصفة عامة غادي تقدر تدوزم هدو المعابير هدو. طب بعد حل المعبار ديال الناظر كي هم نازل الشرق. والمعبار ديال طانجة كي هم نازل الشمال يعني والغرب وباقي المغرب. هدي ويا احد الحاجة اللي هي مهمة بزاف يعني من ده بفوق نساو العبار عبر السبتوم مليليا بالطنوبيل او الديوانة او الاكشي صافي تسالة. كل شرط اخر اللي هو اغلاق المكتب الجمهوركي. بعدم استماح لنقل تجاري او نقل بضائع عبر هذه المدن. يعني اه بصفة نهائية ما بقاش دكشي دي ديك المكاتب الجمهوركية ديال اه ديال سبتوم مليليا صافي. غدت تغلق. منين غد يبقى والناس يدوزوا السلعة. السلعة غدت قدوز عطاريetti يعني بالنسبة مليليا عن طريق يعني معبار第ال بنينصار. يعني بالنسبة الميناء ديال بنينصار غدوز السلعة ملتم ما يا وتماخس سيتخلص عليها يعني الواجب الجمهوركي وذك الشيء و Ctrl مسائل عدد يعني غسي تكون السلعة يعني مرقبة اه معروفة من جاية المسائل ديالك كاملة متعلقة بها وتخلص عليها الواجب الجمهوركي عند عندك الحق دوزها بالنسبة للمليا وبالنسبة لالتطوان طبعا للحال اه طانجة الميناء المتوسطة هي اللي غادي تولي تم غادي تدوز الباطعية هاد شي هذا يعني طبعا للحق كما كنتعرفو غادي رجع بالنفع للمغرب. غايتسافد يعني من ذاك الدرائب الجمهوركية اللي غادي تترجع وحد المبالغ مهمة بالنسبة للخزينة ديال الدولة خصوص الرسوم الجمهوركية وابارات شي هذا بالنسبة العبور ديال الجالية المغربية بصفة عامة اللي كان في اورپا تخيلوا ده بالعدد الكبير لي كان ديال الجالية والكم الهائي اللي هوود في الصيف اللي ييهود البلاد. غادي يقول اللي يدوز على تطوان اه عفونا على نادر وطانجة. و وأكم راد تتخيلوا العدد الهائل والارقام المهمة اللي غادي تخلي فخازنة ديال الدولة. من بعد ما غادي يدوزو للطانجة وتطوان. يعني هات شي كامل يعني كله كيصبر في المصلحة دي البلاد. اه واحد شرط اخر اللي هو سوية اوضاع العمال اللي كينا في مليليا وسبسا كما قتعرفو. بالنسبة الناس دي النظور كينا واحد عدد كبير دي الناس كيخدموه في مليليا. الناس كيخدموه في النشاطة متنوعة في مديلة دي المليليا. كينا النسان اللي كيخدموه مثلا في ديور رعاية المسنين او لدي الاطفال او للي طوياج الامبيسة. كينا الرجال عوثين كيخدموه مثلا ديك الماصينات الى غير ذلك. كينا بزاف دي الناس كيكونوا مثلا كينتاميو النظور او لبركانو للمناطق المجاورة كيخدموه في مليليا نهار كامل ومبعد في العشية كيرجعوه لديرهم. وايضا بالنسبة لسبتا كينا الناس من تطوال مثلا خدامين في سبتا ونهار كامل كيرجعوه. فهنا المغرب فرض على هاد العمال هادو تسوى لهم الوضعية ديالهم بحالش انهم يولي ويخدموه القانون ديالي القانون ديالي يسري للسبتا ومليليا بالنسبة للعمال ديالها فبغت ان المغرب ان هاد الناس هادو ليخدمين تمه انهم يخدموه بنفس القوانين اللي تابعه عند ذيك المدينة هذه كاني مغربي يخدام في مليليا بوصل القانون رادي يكون اسبانيي. بحال الشغول ديال مثلا اسبان ليخدموا في اللي نقول اجتماعي النظام برمش القانون برمش الناحن يعني مثلا اه ناحية ديالالتدام الاجتماعي والنظام ديال شوماج لمسائل المسائل القانون ديال الخدمات السويع مهم السستم كامل اسباني خدم جابل طريق فهو التابع نظام انجليزي فهنا المغرب بغي فرض تقريبا نفس الشرط ان مغربي يخدمس بسبتة او في مليا فخصو يكون تابع عندك نظام هاداك وخدم بنفس السستم ديال هديك المدينة هدي فالمقابل اللي المغرب غي ضمن هاتش هذا هات الشروط هدي شروط المغرب يعني شنو ياعني شنو عرض على اسبانيا ان اسبانيا لو وفقد السورط هادي شنو المغرب غادي الخدم اللي يقدمها المغرب اسبانيا. الخدم집 اللي يقدم المغرب اسبانيا هو ضمان عدم تدفق يعني المهاجرين الافارقين اللي كانا There are a Обھی bajıkズ miał aux Lyans de la dece spending Diese Unsurbtaav dkdsa es*** miobi替 espanija ان ما غادي بقى يقدر ي execuydo حتى شوحد يعني اللي في اسبانيا وافقدFF شرط هذي المغرب غادي يصد مزيان على جميع المهاجرين الافريقة ولا غير الافريقة اللي كيكونوا مثلا في ذاك المعابرة دو كيبغوا يدوزوا يسال طارو يعني البياس اللي كينا في سبتا ولي كينا في مليليا هذي من واحدة من شرط هاد شي هذا وش كيصف مزحة اسبانيا ما كيس ما كنضونش لانه هو غادي يقتل الحركة الاقتصادية ديال سبتا وديال مليليا بوحد درجة كبيرة لانه ما كنتخيلوش النشاط الاقتصادي اللي كانتما ديال كيفاش كان غادي يبقى النشاط الاقتصادي هو غير وادي ولي بسيستيم اخر بطريقة اخرى مقنن ومراقب ماشي ديال الطريقة العشوائية اللي كانت في اللول واللي كانت على اسبانيا درجة اللولة سبتا ومليليا غادي تستفد بوحد نسبة كبيرة طب بعد الحل كما كتعرفوا بالنسبة سبتا ومليليا كتروا فيها الحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة اللي كتحكمت المايا وهات شي هذا هو اللي اه خلى يعني المغرب يدير هاد ذات الفعل فهذا وقت هذا انا في نظركم ما عرفشش للمغرب اختار الوقت المناسب لآآ الضغط على اسبانيا انا كنت ادرت في هذا الموضوع عادة هدي شي شهرين وقال لما خدتني سبتا وقال لكم هل المغرب يخطط للسرع سبتا ومليليا قدرت عليها فيديو كانت فقط تكهونت فانا اللي كنشوف بان هات الشرط هاد هي شرط قاسية بنسبة اسبانيا في نفس وقت هي شرط نفعية بنسبة للمغرب اسبانيا آآ خاصة توافق على هات الشرط هدي سي او سي ولا اذيك الشي غديبقى كل شي مبلع ما غديكون حتى شي آآ نتيجة واحدة اخرى آآ آآ اتمنى تشاركوني في تعليق ديركم تقولوا لي واش هال الوقت اللي اختر المغرب واش الوقت مناسب وهال اسبانيا مستعدة ان اتوافق على هات شرط هدي مكرهتي مكرهتي يعني المشاركة ديركم في التعليق بحد درجة كبيرة باش نراف يعني المغاربة بصفة عامة كيفش كيفكرو واش عاجبهم هات شرط اللي حط المغرب المغرب حط شرط يعني مزيانة ومزيانة بزاف قاسية بالنسبة اسبانيا ولكن نفعية بالنسبة للبلاد وبنسبة الاقتصاد والمغاربة بصفة عامة مكرهتي المشاركة ديركم فهذا الموضوع هذا التعليق والاراء ديركم على واش اسبانيا غت جاوب تلبي طالب دير المغرب وواش المغرب اختار الوقت المناسب للضغط يعني في هاد الفيروس اللي احنا كنعيشه وعدابه كنظن آآ الفيديو راح واضح مبقالي منظيف تحياتي لكل محبين قناة كريم كاسري شكرا المشاهدة واتنساوش دينونا اللايك والبرتاج وإلى اللقاء وحتى الفيديو القديم والسلام عليكم الله وبركاته